بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله نس القراءة طاحونة سيلونيس صفحة واحد وستة إذن نبدأ أولا بقراءة النس طاحونة السيلونيس بنا سيلونيس دارا بعيدا عن ضوضاء المدن واختار لها موقعا متميزا على سفح الجبل وتفرد بهندسة خاصة فهي ترتكز على أعمدة بارزة ومرتفعة سميكة وشديدة الصلابة يمر تحتها شلال متدفق من أعلى الجبل يسمع خريره من بعيد عزم سيلونيس على بناء طاحونة بجانب الدار تحركها المياه المنحدرة بقوة وذاك ما فعل وصارت الطاحونة وجهة كل المزارعين حيث يخدون إليها حاملين الحبوب لتحويلها إلى دقيق ناعم واحتاد سيلونيس أن يقايد عمله بنصيب محدد من كل كيس يطحنه لكن ومع كثرة الطلب عليه خاصة في فصل الصيف وقلة كمية وسرعة تدفق المياه التي تدير الطاحون صار سيلونيس مقصرا في تقديم خدماته للقرويين فاستاء من الوضع واحتار أمام هذه المعضلة وبينما هو غارق في أفكاره نفخت الريح بشدة مقتلعة القبعة التي كانت تقي رأسه لفح الشمس وهنا أخذ يركض ويصيح مستبشرا وجدتها وجدتها اهتدى سيلونيس إلى فكرة دعم الطاحونة بمروحة ضخمة تحركها الرياح على مدار السنة لأن المنطقة تقع ضمن رواق للسيارات الهوائية فأبدع سيلونيس في تجسيد هذا المشروع مستغلا القوة الطبيعية للرياح والمياه لتشغيل محرك الطاحونة باستمرار وبدون استعمال أي وقود مكلف أو ملوث إذن بعد قراءة النص نحاول أن نعطي فكرة عن ما جاء في النص باختصار لدينا سيلونيس في يوم من الأيام بنا سيلونيس دارا بعيدا عن ضوضاء المدني واختار لها موقعا متميزا على سفح الجبل سفح الجبل هنا يعني في الأسفل الجبل هنا مثلا الجبل يكون هكذا ماذا هنا بناء الدار هنا في الأسفل إذن اختار لها هنا وتفرد بهندسة خاصة يعني هل توجد دار أخرى تشبه دار سيلونيس لا من حيث الشكل هنا وأيضا قال لنا ترتكز على أعمدة بارزة ومرتفعة هنا وسميكة وشديدة الصلابة يمر تحتها شلال متدفق من أعلى الجبل هنا تحت الأعمدة يمر هنا لدينا يمر تحتها شلال متدفق من أعلى الجبل يسمع خريره هنا الصوت من بعيد إذن بعد بناء الدار هنا قرر سيلونيس هنا ماذا يفعل؟ بناء طاحونة هنا عزم سيلونيس يعني قرر سيلونيس على بناء طاحونة بجانب الدار إذن هنا لدينا طاحونة بجانب الدار جيد ستظهر لكم صور الآن تشبه بالتقريب ما قام بعمله سيلونيس إذن هنا الطاحونة لدينا تحركها المياه المنحدرة بقوة وذا كما فعل وصارت هذه الطاحونة ماذا يعمل في هذه الطاحونة؟ هنا وجهة كل المزارعين حيث يغضون إليها حاملين الحبوب لتحويلها إلى دقيق ناعم يعني هنا يقوم بطحن الحبوب أحسنتم إهداد سيلونيس دائما عندما يحضر له مزارع مثلا الحبوب هنا مجموعة من الأكياس مقابل هذا العمل يعطيه كيس مثلا أحضر أربع كيس يعطيه كيس واحد فقط من الحبوب إذن هنا اشتهر سيلونيس قال لنا لكن ومع كثرة الطلب هنا اشتهر أصبح المزارعون يأتون دائما إلى سيلونيس هنا مع كثرة الطلب عليه خاصة في فصل الصيف وقلة كمية وسرعة تدفق المياه التي تدير الطاحونة هنا الطاحونة كانت سيلونيس استعمل هنا المياه نعم لتشغيل الطاحونة في الصيف هنا يكون جفاف نوعا ما إذن هنا قال قلة كمية وسرعة تدفق المياه هنا صار سيلونيس مقصرا في تقديم خدماته للقرويين يعني هنا الأشخاص الذين يسكنون في القرية أقول هنا للقرويين جيد هنا مثلا يقول قدما كان أو سابقا يقوم بطحن كيس مثلا في مدة معينة هنا كان يتأخر قال مقصرا في خدماته احتار واستاء من هذا الوضع فاستاء من الوضع واحتار أمام هذه المعضلة عندما أقول معضلة يعني مشكلة كبيرة جدا مشكلة تواجه شخص مشكلة كبيرة جدا أقول معضلة أحسنتم إذن نكمل الآن وبينما هو غارق في أفكاره هنا سيلونيس يفكر ماذا سيفعل يا ترى كيف سيجد الحل يا ترى هنا لدينا نفخت الريح بشدة الريح بشدة فاقتلعت هنا بشدة مقتلعة القبعة كان يلبس القبعة هنا اقتلعت هكذا الريح هنا التي كانت تقي من؟ تقي رأسه لفح الشمس يعني هنا الحرارة مثلا إذن وهنا عندما اقتلعت الريح قبعة سيلونيس جاءت مباشرة في رأسه فكرة قال ما سأفعل ماذا هذه الفكرة يا ترى سيستغل هنا الطاقة الريحية الهواء هنا والريح لماذا هنا؟ لماذا اعتمد على الريح هنا؟ قال لأن المنطقة تقع ضمن رواق للطيارات الهوائية إذن هنا دائما تهب فيها الريح بكثرة لهذا استغل قوة الريح لتشغيل محرك الطاحونة باستمرار إذن يقوم بتشغيل الطاحونة هكذا باستعمال هكذا المنوحة إذن سيقوم بتجسيد هذه الفكرة ولكن هنا قال هنا لأن سيلونيس صديق للبيئة هل هو يلوث؟ لا يقطع الأشعار؟ لا هنا أقول صديق للبيئة يحافظ على الأشعار هنا دائما يأتي بأفكار هنا هل تكون مضرة للبيئة؟ لا قال بدون استعمال أي وقود مكلف أو ملوث إذن هذا فيما يخص النص حاولنا نتكلم عن ما جاء في النص إذن نمر مباشرة الآن إلى الأسئلة إذن لدينا أولا كلماتي الجديدة يقوم التلميذ بقراءة هذه الكلمات لدينا ثانيا ابحث عن أفداد المفردات التالية في النص لدينا ضد كلمة خشن هنا يبحث عن أفداد الكلمات هنا المؤلم بمساعدة التلميذ إذن ضد الكلمة الأولى مثلا خشن ضد الكلمة الخشن وهي ناعم إذن نقوم بكتابة أضداد المفردات ثانيا لدينا أقرأ وأفهم من هو بطل هذه الحكاية؟ ماذا بنى؟ وأين كان ذلك؟ إذن بطل هذه الحكاية وهو سيلونيس ماذا بنى؟ بنى هنا طاحونة جيد وأين كان ذلك؟ هنا المكان نقوم بدكر المكان جيد لماذا فكر السيلونيس في بناء طاحونة؟ إذن هنا لماذا يا ترى؟ هنا لاستغلال أو أقول فكر السيلونيس في بناء طاحونة لاستغلال المياه المتدفقة من أعلى الجبل أحسنتم إذن لدينا كيف كانت تشتغل الطاحونة في بادي الأمر؟ قبل هذا طبعا المعلم يقوم بقراءة النص التلميذ مرة أخرى فيما يخص الأسئلة هنا من الأفضل فيما يخص هذا النص يجيب عن الأسئلة المعلم بمساعدة التلميذ أو كإذ كان في البيت هنا الأم تجيب عن الأسئلة بمساعدة التلميذ لدينا كيف كانت تشتغل الطاحونة في بادي الأمر؟ أقول بقوة المياه طبعا الإجابة موجودة في النص لدينا ثانيا ماذا كان يدفع المزارعون مقابل طحن حبوبهم؟ هنا السيلونيس كان يستعمل ماذا؟ المقايضة يستبدل بضاعة ببضاعة أخرى أحسنتم أقول هنا يدفعون نصيبا من كيس الطحين لدينا ما المشكلة التي واجهها سيلونيس؟ ما سببها؟ كيف وجد سيلونيس حلا لها؟ أولا هنا المشكلة التي واجهها هنا سيلونيس صار مقصرا في تقديم طلباته للقرويين أحسنتم بسبب ماذا هنا؟ أو أقول عجزه عن تلبية طلبات هنا بسبب ماذا؟ بسبب كثرة الطلب وقلة سرعة تدفق المياه كيف وجد حلا لها؟ هنا أنشأ ماذا؟ هنا تلميذ يوشيب إذن أنشأ مروحية أحسنتم ضخمة إذن لدينا ما هي القوة الطبيعية الجديدة التي صار يعتمد عليها سيلونيس؟ هنا أقول الهوائية أو المائية؟ القوة الهوائية أحسنتم لدينا الجزء الأخير القوة المائية والهوائية من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة عين الصفات التي تتناسب معها لدينا لا تنتهي مع الوقت مضرة بالبيئة أو أقول تكلفتها غالية إذن هنا أقول لا تنتهي مع الوقت إذن هنا لدينا نظيفة متجددة دائما لدينا يستعين الإنسان بأنواع كثيرة من الطاقة كي تسهل حياته أذكر أمثلة عن ذلك إذن أنواع الطاقة هنا لدينا طاقة شمسية، هوائية، مائية، جيد استطاع سيلونيس أن يعيش وسط الطبيعة دون أن يلوثها ما رأيك في هذا؟ سيلونيس استطاع أن يعيش وسط الطبيعة إذن هنا أقول هو سيلونيس صديق للبيئة جيد أمثلة كانت جميل بنصديق للبيئ لمذانا وبعدد سيلونيس صديق للبيئ